على وشك الانهيار جملة ترافق اليمن منذ سنوات لكنها هذه المرة ترتبط بالمنظمات الدولية التي أضحت تشكو من تهديد يلاحق عملها بسبب الحرب والأوبية وهو التهديد الذي يطال الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية فالنفوضية السامية لشون اللاجئين التابعة للأم المتحدة حذرت من أن عملها في اليمن على وشك الوصول إلى نقطة انهيار محتملة نتيجة نقص التمويل الدولي اللازم لبرامجها الإنسانية والغذائية في المحافظات انتشار كورونا شكل خطراً إضافياً مهدداً لسمرار الأنشطة الإنسانية في اليمن وفق بيان المتحدثة باسم المفوضية تشاري لياكسلي التي أكدت بأن الكثير من الأسر اليمنية هي الحلقة الأضعف من توقف نشاط المفوضية السامية تخفيض أو توقف الخدمات الإنسانية الدولية جعل بعض الأسر اليمنية تلجأ إلى ممارسة أعمال خطرة مثل التسول وتشغيل الأطفال أو تزويجهم من أجل الحصول على لقمة العيش وفق المفوضية السامية وهو ما يرفع وطيرة التخوفات من زيادة حجم الجوع والحاجة في اليمن خصوصاً مع تفشي وباء كورونا كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن أن تفشي كورونا في اليمن قد يكون الأسرع والأكثر فتكاً مقارنة ببلدان أخرى نتيجة لانهيار النظام الصحي وتخفيض المساعدات الإنسانية في ظل تشكيك دولي في دقة الأرقام المعلنة من قبل الحكومة الشرعية أو من قبل ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر